السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ألي وأصحابي أجمعين أهلا وسهلا لبريبتو معكم سهالة سعيد إن شاء الله بأمر اللي حنبدأ في مراجعتنا إن شاء الله جنرال ريفيجن يلا نبدأ مع بعض سؤال الليسنين دلوقته حتسمعوني وأنا بقول الباسدج وبعد كده حتطلع اللي هي الفقرة وبعد كده حنطلعوا منها الإجابات ونقولوا ايه نقولوا listen and choose the correct answer from A, B, C or G طيب تسمعوا معي أمل is a clever nurse أمل is a clever nurse she is looking after patients in the hospital which is very busy again she is looking after patients in the hospital which is very busy she is looking forward to going home and having a rest again she is looking forward to going home and having a rest هنقولوها تاني ونشرحوها بشوية أمل is a clever nurse أمل هي ايه ممرضة ذكية she is looking after patients looking after تعتني بي بمين patients اللي هو المرضى in the hospital في المستشفى طبعا الهوسبتال which is very busy طبعا ايه بتبقى مزدحمة جدا متلقاش فاضية she is looking forward to going home and having a rest يعني هي تتطلع ان هي بتتمنى امتى تروح البيت و ايه وتاخد قصة من الروحة having a rest اوكي تعالوا مع بعض هنا بنقولو ايه who is amal looking after at a hospital يعني امل كانت بتعتني بمين في المستشفى children الاطفال ولا patients المرضى ولا nurses الممرضات ولا doctors الاطباء اكيد patients اللي هو المرضى number two امل is a نقط هل هي دكتور ولا nurse ولا teacher ولا patient اكيد nurse ممرضة number three بقول the hospital is very very free ولا busy ولا empty ولا small busy يعني المستشفى بتمقى يعني فيها ناس كتير وحارقة وكده يعني number four امل is looking forward to going home and having a نقط يعني امل بتتطلع ان هي امتى تروح البيت وتاخد ايه تاخد قصة من الروحة يبقى ايه having a rest بيقول لي meal ولا rest ولا shower ولا cup اكيد having a rest انا بقرأ كتاب بقرأ كتاب فردت علي ايمن قال له what is the book عن ايه الكتاب ده فاشرف قال له it's about teenagers it's about teenagers يعني عن المراهقين عرفتها ازاي لان السطر اللي بعده ايمن بيقول teenagers تمام فهنا فهنا بقى فيه سؤال جوابه بقى ايه اشرف قال له they are people aged from 13 to 19 يعني ناس عمرهم من التلاتاشر للتسعتاشر فاكيد ايه ايمن سأله سؤال قال له ايه what are the ages of teenagers what are the ages of teenagers يعني ما اعمار المراهقين رد علي اشرف قال له they are people aged from 13 to 19 من 13 لتسعتاشر تمام كل حاجة فيها teen teen في اخيرها تاخد teen ages من 13 from 13 to 19 بعدها ايمن قال له what should teenagers do to feel happy يعني المفروض ان المراهقين يعملوا ايه عشان يبقوا سعداء to feel happy يشعروا بالسعادة فرد علي اشرف قال له ايه قال له they should do sports لازم ان هم يمرسوا الرياضة يقب عليهم ان هم يمرسوا الرياضة حاجة تانية ايه هي they should make a good friend to feel happy المفروض يعملوا ايه صدقات جيدة they should make a good friend to feel happy تمام يبقى دول حاجتين تمام ايمن باقي سأل سؤال فرد عليه اشرف قال له teen ages should sleep 8 hours a night يعني المفروض ان المراهقين يناموا 8 ساعات بالليل فاكيد هيسأله يقول له ايه كم ساعة المفروض المراهقين يناموا بالليل ها how many hours should teenagers sleep a night how many hours should teenagers sleep a night يعني المفروض كم ساعي نموا بالليل ها رد علي اشرف قال له teenagers should sleep 8 hours a night اوكي read the following then answer the questions mrs marwa has to visit a friend who has been ill يعني السيدة marwa يجب عليها ان هي تزور صديقتها لانها مريضة تمام she asked her daughter mona to come to the living room and told her to start the cooking lunch in an hour يعني ايه يعني هي طلبت من بنتها mona ان هي تشيجي غرفة المعيش عشان تقول لها ان هي ايه تبدأ تحضر الغداء خلال ساعيان mrs marwa got ready to go out يعني mrs marwa بقى ايه جهزت واستعدت ان هي ايه تخرج go out تخرج before she left قبل ما هي ايه تغادر she told mona not to open the door to anyone يعني طلبت من بنتها ان هي ايه ما تفتحش الباب لأي حد and asked her to do her homework english homework too وطلبت من بنتها برضو ان هي تكتب واجب تقوم بواجب ايه الانجليزي ايضا on her way to her friend's house اثناء طريقة يعني في طريقة ايه لبيت صاحبتها لبيت زميلتها missus marwa missus marwa missus marwa طلبت من ابنها ان هو ايه ان هو يروح يشتري بطاطس عشان الغداء while he was walking to the market to buy بوتيتوس اثناء ما هو كان بيمشي للسوق عشان يشتري البطاطس he met his friend احمد هو قبل ايه صاحبه احمد يوسف hasn't seen him his friend for a long time يوسف ما شفش صاحبه ده اللي هو صاحبه احمد منذ وقت طويل for a long time يعني منذ فترة طويلة they decided to go to the cinema هم قرروا ان هم ايه روحوا السينما يا سلام ولا ايه لمهمت ولا حاجة and يوسف forgot to buy what his mother asked him to يعني ايه يعني يوسف ناسا خالص الحاجات اللي طلبتها منه وامتو راح مع صاحبه السينما وناسا كل حاجة تمام تمام بعد كده ايه اللي حصل بقى so she became angry with him لذلك مامتو اصبحت غاضبة جدا منه طبعا زعلنا منه مامتو angry يعني غضبانا with him منه تمام answer the following questions what does the passage talk about عن ايه البسج عن ايه الفقرة دي بتحكي عن ايه انا كتبت a day in my life يوم في حياتي تمام ممكن انت يكون ايه ايجابتك مختلفة عني لكن كل واحد واجابته ممكن تكون مختلفة عن التاني لكن المهم ان هي تكون ملمة بالموضوع تمام بيقول لي why do you think يوسف forgot to buy بوتيتوس ليه تعتقد ان يوسف ناسا ان هو يشتري البطاطس ليه because he met his friend احمد لان هو قابل صديقه احمد and they went to the cinema together وهم ايه ذهبوا للسينما مع بعض تاني because he met his friend احمد لان هو قابل صديقه احمد and they went to the cinema together تمام بيقول لي number three what does the underline pronoun she refer to يعني كلمة she دمير she هنا بيشل ليه لميسز ماروة يبقى she refers to ميسز ماروة اوكي choose the correct answer from a b c or g number four the word angry angry يعني غطبون and the passage is the opposite of the opposite of a crazy مجنون وهبي سعيد وصوري اسف وexcited متحمس يبقى ايه هبي اوكي لاني الام كانت غطبونا وزعلانا ابن ابنها لاني ما اشتريش البطاطس وكان بيلعب في الشارع يوسف ده كان notchi boy تمام ولد مشاغب تمام شيئا number five missus marwa asked mona طلبت من mona to do here a نقط homework english homework كانت تكتب ايه واجب الانجليزي بيقول لي english ولا arabic ولا science ولا history طبعا english تمام number six on here way في طريقها missus marwa so here شافت مين في طريقها في الشارع in the street شافت son ابنها يبقى missus marwa so here son in the street اوكي number four choose the correct answer from a b c or d number one this space is comfortable three people can sit on it يعني بيقول لك هذا حاجة كده مريحة ويقدر ثلاث أشخاص يجلسوا عليها يبقى ايه chair ولا table ولا sofa ولا disc chair كورسي table طاولة sofa canapa وdisc بكتاب يبقى عندي ايه sofa يعني ايه يعني ايه يعني كنبة يعني بيقول لي ايه three people can sit on it number two a space is the person you invite to your house يعني شخص انت بتعزمه في بيتك يبقى هو مين هو الوظيف الوظيف اسمه ايه guest يبقى a guest is the person you invite to your house طبعا الاختيارات مدينا guest يخمن وbrace يلغط وguest def وتست اختبار number three بقول the nurse الممرضة works تعمل in نقط for children in a word كلمة ولا word عمبر التانية ولا word اللي هي c اللي هي بمعنى جائزة ولا reward اللي هو مكافأة لأ طبعا b word يعني عمبر يبقى word for children يعني عمبر للاطفال number four salma's mother is a space at the hospital they don't pay here for her work يعني بيقول لمامة salma is نقط at the hospital في المستشفى they don't pay here for her work يعني ما بيدفعوش لعملها هل هي teacher مدرسة ولا engineer مهندسة ولا volunteer متطوعة ولا pilot طيارة اكيد volunteer متطوعة تمام number five بقول space are places that have strong walls strong walls يعني ايه يعني اصوار قوية مدام فيها اصوار تبقى ايه library مكاتب ولا castles قلعة ولا hospitals المستشفيات يعني ولا muskis اللي هي الجوامع اكيد طبعا ايه castles يعني قلعة تمام طيب عندنا هنا السؤال اللي بعده number six space are incomplete buildings يعني مباني غير مكتملة from the past من الماضي تمام هل هي ايه dunes يعني كثبان رملية ولا ruins حطام واثار ولا tunes اللي هي النغمات ولا towers ابروك اكيد طبعا ruins يعني ايه يعني الاثار والحطام بتاع المباني الاجيمة number seven my clothes يعني ملابسي wear clean and dry نظيفة وجافة so i put them all away يعني اضعهم في اماكنهم لان بوتا وي يضع الشيء في مكانهم الاختيارات طبعا made وgive وput وtalk طبعا put them all away number eight that's the teachers based teaches us science يعني ذلك المعلم الذي يعلمنا العلوم الذي تمام هنا جاء relative pronouns اللي هو من ضمائر الوصل تمام طيب احنا عارفين انه بتيجي بمعنى الذي والتي تمام لو قلنا معلم يبقى الذي ولو قلنا معلمة تبقى التي يبقى who who okay number nine which is نقط the train or the plane عايزين نقوله ايه fastest ولا faster ولا fast ولا as fast as طبعا هنقوله faster هنا في comparative مقارنة هنا مقارنة بين مين ومين بين من الاسرع القطار ولا الطيارة طبعا هنا بنقوله ايه which is faster من الاسرع the train or the plane القطار ولا الطيارة يبقى هنا في المقارنة باستخدم faster معاني ما قتلناش then ولكن احنا عرفنا عن طريق فهمنا للجملة number ten بقول while while وإحنا واخدين while as with just as while as with just as بتاخد ايه بتاخد fast continuous يعني ايه fast continuous يعني معناها الموج المستمر يعني while as with just as بتاخد بعدها fast continuous يعني was where والفعل في i n g احنا عارفين ان ال i بتمشي معاها ايه was يبقى i was reading بينما انا كنت بقرأ my mom called me ماما كلمت ماما اتصلت بي تمام يبقى هنا لاحظنا ايه جزء الاول جلنا fast continuous يعني موضي مستمر وجزء التاني قال fast simple fast simple يعني موضي بسيط number five complete the sentences with the correct form of the words in brackets number one i give the shoes space طبعا ما دينا كلمة who are too small for me to my cousin يعني انا اعطيت حذائي اللي هو صغير علي لمين لابن عمي to my cousin تمام يبقى انا هنا هو ما تمشيش معاه لان انا عارفة انه هو مع العاقل بمعنى ذذي او اللتي لكن انا عايزة اقول ايه بدله لان انا بتكلم عن الشوز الحذاء حتكلم عنه بدل منه which اوكي يبقى حقول i give the shoes which are too small for me to my cousin number two بقول cheese space make from milk طبعا هنا احنا كنا درسين active وال passive voice خدنا المبني المعلوم والمبني للمجهول في unit 6 طبعا احنا هنتكلم ودلوقت عن ايه هنتكلم ان انا عايزة حولها فبالتالي انا عندي cheese بعملها معاملة مفرد تمام لانها uncutable nouns من اسماء التي لتعدل اللي هو الجبن فبالتالي هنعوض عنه is يبقى حقول cheese is made from milk يبقى انا جبت الverb to be اللي هو is او الام او الار وخدت ال past participle التصريف التالت فانا make انا عارفة made made تمام يبقى انا حقول cheese is made from milk يعني ان الجبن مصنوع من ايه من الحليب number three ice base بدينا not used to smoke اوكي طب انا عارفة negative بتاع used to بقول ايه i didn't used to و infinitive i didn't used to smoke i didn't used to smoke يعني لم اعتد على التدخين i didn't used to smoke اوكي number four did know ها كأني بقول did she وانا عارفة ان الفعل اللي حيجينا هحول went الى go home لاني went بتنفعش ابدا لازم يكون عندي infinitive ان انا عارفة ان السؤال لما يبدأ بdid او do او does did او do او does يبقى لازم الفعل infinitive فبالتالي هقول did no go home وبكده خلصت حلقتنا النهاردة اتمنى من الله ان تكون لو عايزين اي مراجعة لاي صف من الصفوف الابتدائي والاعدادي ياريت تكتبولي في الكومنت عشان ابدأ انا ازل لكم المراجعات اللي انتو طلبينها مني والدعاء ل والدتي بالرحمة والمغفرة مع السلامة good bye